وتكسرت الأسطورة الداعشية تكسرت تحت ضربات ثلاثية الزهب اللبنانية تكسرت مخلفة وراءها وحشا من ورق وخرجت الكذبة من لعبة السينما والشاشات حكاية التنظيم الدموي الإرهابي حكاية انهيار كامل منذ تفشيه سيرته القتالية غير مشرفة من الموصل حيث خرج عناصره بملابسهم الداخلية بعد استسلامهم أو انتحارهم إلى تلعفر حيث الاستسلام السريع أمام تقدم القوات المسلحة والحشد الشعبي وفي القلمون الغربي ومن خلف عدسات الإعلام الذي ملؤوه كذبا وتضخيما طلبوا الاستسلام بالجملة هذا الإعلام نفسه الذي لا يقل بعضه عن إرهاب داعش فشارك في مجازره وجرائمه عبر تسويق أفلامه وفيديوهاته الترويجية حريصا على الاعتراف بوجوده ككيان ذيحيثية ومواظبا على تسميته زورا تنظيم الدولة كيف لمثل هذا الإعلام أن يدعم هؤلاء كيف يمكن فهم من في عيونهم كل هذا الفراغ عيونهم ضائعة لا ثقة فيها جماعة بلا قضية يتحدث واحدهم فينطق تهديدا ولكنه مخفيا ضعفا دفينا فرصتهم الوحيدة كانت تكمن في أنهم مثلوا الأداة المثالية لدول وجهات هم وذاك الإعلام اللا أعلام فتشاركوا جميعا بطولة وهمية سرعان ما فضحها الجيش والشعب والمقاومة نعم هذا هو الفجر الذي انبلج من لبنان إلى السوريا والعراق كاشفا المستورة من أضليل وقوا باعت ضمائرها قبل أوطانها ففي النهاية لا يمكن لأي نشاز أن ينتشر من دون حماية ورعاية وعمالة وأما استمراره فرهن المحور المضاد وهنا يتبدى دور فصائل المقاومة والقتال الشعبي وحلفاء الجيوش الرسمية في هذه الدول العربية الثلاث دور استعاد من التاريخ ملاحم البطولة التي أولها قتال وقضية وآخرها أخلاق ورحمة وفي هذه تحديدا لا مجال للمقارنة بين قاتل مرتزق لا دين له ولا قضية ومقاتل شريف هو العزة والهوية للأول النهاية السريعة وللثاني المجد والخلود ترجمة نانسي قنقر